بسم الله الرحمن الرحيم بنرحب بيكم في حالة جديدة من برنامجكم مع ابراهيم الشرق او طائرة مسيرة لبنانية كانت رايحة في البحر الامر المتواصل تضرب حقول الغاز بتاعت المغضوب عليهم له لان بارجة امريكية اسقطتها مش بس كده في صاروخ اطلق النهاردة من لبنان وعمل كارثة النهاردة في المغضوب عليهم وعشرات انا بقول لك عشرات القتل اول المصابين والصورة انا شفتها بعين الناس فقدها رجليها ودماء بص دماء لاول مرة نشوف من يوم 7 اكتوبر المشاهد دي فقولا واحدا حرب مع لبنان ما بين المغضوب عليهم ولبنان ما بضوع ما سألت وقت الا بيكون ايام فهو ساعات مش بس كده حدث غريب جدا في قلب العراق في اختفاء خمسين الف باكستاني رقم كبير جدا زي ما شفت في الفيديو في المقدمة وتوقعناها قلت لك ترامب هيخش ممكن يعدل الدستور ممكن يلي بامريكا خالف زي ما شفت في الفيديو في المقدمة ربطوها بتصريح سابق لترامب دول طبعا الديمقراطيين قالوا انه يريد ان يصبح ديكتاتورا اليوم واحد ديمقراطيون يستغلون كلمات ترامب للترويج بانه لن يسلم السلطة اذا فاز بانتخابات نوفمبر بعدما قال في تجمع انتخابي لمجموعة مسيحية محافظة في ولاية فلوريدا انهم لن يضطروا للتصويت مرة اخرى زي ما شفت في الفيديو اللي في المقدمة فترامب ناوي يطهر الدولة العميقة وينسفة وممكن يعدل الدستور او يلغي التعديل اللي اتعامل قبل كده لما يسمحش للرئيس انه ترشح اكتر من دورتين ترامب لمسيحيين محافظين صوته هذه المرة ولن تضطروا للتصويت مجددا اثار المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الامريكية دونالد ترامب والذي قال العام الماضي انه يتمنى لو انه اصبح ديكتاتورا اليوم واحد المخاوة بشأن امكانية عدم تسليمه للسلطة اذا فاز بانتخابات نوفمبر بعدما قال للحضور في قمة للمسيحيين المحافظين لن تضطروا الى التصويت مرة اخرى زي ما شفت حضرك في الفيديو اللي في المقدمة اما اللي ظهر قدام حضرتك ده سيبك من اي كلام بيت قال الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري كمالة هارس هو جيو بايدن هو دونالد ترامب في موضوع القضية بتاعة المخضوب عليهم والقضية الفلسطينية اي حد يحاول مجزة وكمالة هارس او الحزب الديمقراطي النولة مفيش كلام ده الحرب دية تتعاملت وتم التخطيط لها والاسلحة لها وكل حاجة والموافقة والدول اخضر من الحزب الديمقراطي سيبك من اللي يتحكي عليك كمالة هارس وغيرها كل تلين وجهان لعملة واحدة وقال ترامب بيستقبل رئيس الوزراء المخضوب عليهم وزوجته في المنتجع بتاعه في فلوريدا مرار الاجوى في فلوريدا وما الى زينك ومش بس كده انتقد ترامب ينتقد غياب هارس عن خطاب رئيس الوزراء المخضوب عليهم وقال لا تحب المخضوب عليهم هو بيزايد عشان يكسب التصويت يكسب اسوار لعبة انتخابية لا اكثر ولا اقل وبرضو طيق قال اذا لم افز في الانتخابات فانتظروا الحرب العالمية التالتة الرئيس الامريكي دونالد ترامب يقول خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء المخضوب عليهم في مقر قواماته بولايت فلوريدا ان انا اقرب ما يكون لحرب العالمية الثالثة من اي وقت مضى منذ انتهاء الحرب العالمية التانية وقالها تحدث حرب كبيرة جدا في المنطقة وما الى زين ولسه بايدن وملك الاردن بيشتغلونا برضو ملك الاردن ورئيس الامريكي ابحثان هاتفيا جهود وقف اطلاق النار في القطاع اي كلام بقى انك سبع تامن شهور بنسمع الكلام ده ولا ده هيعمل حاجة ولا ده هيعمل حاجة هما دلوقتي مين اللي هيخلي هينفذ طلبات رئيس الوزراء المخضوب عليهم هو ترامب خلاص انا هدعمه كمالة هارس انا هدعمه خلصت الاتنين وجهان لعملة واحدة اسمحش لحد يخدعك هارس توقع استمرات ترشحها رسميا للانتخابات الرئاسية عشان الكلام اللي احنا قلناه وكان بيتألفها امريكا بكثرة ترامب مش هيخش معها اي منظرة لما تبقى مرشحة رسمية مش هسمح لكم تلعبوا بيه فطلعت النهاردة توقع استمرات ترشحها رسميا للانتخابات الرئاسية استطلاع والاستريت جورنال هارس تخلص الفارق عن ترامب ازهر استطلاع جديد لصحيفة الوالستريت جورنال ان نائبة الرئيس الامريكي كامالة هارس خلصت الفارق مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب وصد دعم متزايد لنائبة الرئيس بين الناخبين وارتفاع الحماس بين الديمقراطيين مشان الحملة الانتخابية وفي المواجهة الثنائية اشار الاستطلاع الى تقدم ترامب كم؟ 49% سيبك من الكلام اللي هو طلعت وصي انه او غيرها لا 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 ده لعبة على الايه ده لعبة على المشاعر بس النمى الحقيقة 49% لدونالد ترامب هارس 47% ولكن ذلك ضمن هامش خطأ يبلغ زائد او ناقص 3.1 نقطة مئوية يعني فيه هامش للخطأ كمان بس ترامب لحد الوقت متقدم وعلى فكرة انتخابات الامريكية اهمية مش انتخابات هي جولة اعادة يدايا ده مش زي مثلا خمسة ستة بيترشحوا وبعدين بيصفوا على اتنين وبعدين يخشوا جولة اعادة لا هي جولة اعادة على طول فخمسين زائد واحد الموضوع بينتان تعالى ننتقل ليه الحرب ما بين لبنان وما بين المغضوب عليهم اللي اصبحت مسألة وقت تكلمتك فيه حلقات اول امس ان رئيس ازراع المغضوب عليهم رايح لاخد تصريح بالهجوم على لبنان زي ما ظاهروا اضاف حضرتك طائرات الاستطلاع الامريكية مسحت شواطق لبنان ومسحت لبنان زي ما بنشوف الحرب الروسية الاوكرانية اول ما نشوف الطائرات بالقرب من شبك زيرة القرم نعرف انها تتقسف لبنان تحت المجهر طائرات استخبارات القوات الجوائل الامريكية طائرات نوروثوب والجلوبال هاوب عملين تحلق على ارتفاع اربعة وخمسين الف قدم قبالة الساحل اللبناني بتمسح لبنان سنتي سنتي حزب الله يعلن مقتل اربعة من عناصره من ضربات للمغضوب عليهم على جنوب لبنان وفجأة طلع الخبر ده لسه من دقائق قتلها وجرحها بصاروخ اطلاقها وحزب الله على مجدى الشمس في الجولان الواضح كده زي ما ظاهروا قدام حضرتك وعندي الصور بش اشادر ارفعها لانه صور عنيفة جدا ملعب كورا كان متواجد فيه خمس ومئة شخص خمس ومئة شخص اتقاتل كام الصور اللي انا شفتها بتقول عشر احداشر وفيه خمسة ستة فيه زي ما اعلنت المغضوب عليهم اه خمسة ستة في حالة حريقة خلاف عشرات الاصابات انا بقول لك كده الموضوع خلاص زكاة الحرب ممكن تتاجل شهر اتنين انا بقول لك لا اللي لم يكن ايام ممكن تبع النهاردة ممكن بفيه رد عنيف النهاردة ليه لان المغضوب عليهم زي ما ظاهروا قدام حضرتك الفيديو لان المغضوب عليهم بتشتغل بنظرية الردع زي ما احنا اتكلمنا قبل جدا زي ما ظاهروا قدام حضرتك او المسافرات اللي انظار اطلقت وبعدها الصاروخ سقط زي ما ظاهروا قدام حضرتك صاروخ سقط دمر ملعب الكورة اللي كان متواجد فيه مجموعة اما الطائرة اللي ظاهروا قدام حضرتك دي من قلب الجيش المغضوب عليهم الجيش بتاع المغضوب عليهم يعلن ان سفينة صواريخ تابعة للبحرية بتاع المغضوب عليهم لا هي البحرية الامريكية اعترضت مصيارة دخلت من الاراضي اللبنانية الى المياه الاقتصادية بتاعت المغضوب عليهم وافادت وسائل اعلام من المغضوب عليهم بان المصيارة التي اسقطها الجيش في البحر المتوسط كانت تستهدف حق كارش للغاز يعني دلوقتي الموضوع ده تصعيد خطير انت كده بتضرب انت كده بتضرب الاختصاد بتاع المغضوب عليهم بتضرب حقول الغاز بعد كده بتضرب محطات الكهرباء بعد كده بتضرب المطارات بعد بتوخد بالك التصعيد فانت لو ضربت بالفعل حقول الغاز انت كده شلت المغضوب عليه فبالك لو ضربت محطات الكهرباء فالحرب مع لبنان مختلفة 180 درجة عن الحرب مع اهلنا وناسنا في القطعة ومازلت بكرر ومازلت بكرر وحدة الساحات ابدأوا الهجوم احسن ما يستضوكوا واحد واحد تاني ابدأوا الهجوم احسن ما يستضوكوا واحد واحد زي ما ظهر قدام حضرتك مش هنغطي طبعا الموضوع عشان ما نعملوش انتشار بتاع ماكرون والاولمبيات والبسكليتات والمسخرة اللي حدثت دي ناخد نقطة موضيئة بس الوفد الجزائري الموجود في الاولمبيات يرمي الظهور في نهر السين تخليدا لذكرى الجزائريين الذين اتعرضوا للضرب والقاءهم في النهر من قبل الشرطة في سنة 1961 تعرف هذه الاحداث باسم مسبحة باريس حيث مات وغرب اكثر من 200 جزائري مات ما يقرب من مليون ونصف جزائري في الثورة على وفرنسا زي ما احنا قالين ما بتطلعش اللي بالدم دي نقطة مضيئة في الاولمبيات انما الباقي كله سخافة الباقي كله وانحطاط وقلة ادب وزي ما احنا بنقوله الشعراء بيقوله انما الامم والاخلاق وما بقية فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا الحضارة الاوروبية بتنهار شاء من شاء وهبقى منها الخبر الغريب بقى اللي بنبارح انا شايفه مش فهم واتمنى اهل الناس في العراق يشرحوننا القصة دي حملة امنية في العراق ضد الباكستانيين الموجودين بطريقة غير شرعية طلعت باكستان اعلنت ان فيه خمسين الف باكستاني مفقود في العراق خمسين الف ده رقم كبير جدا مش واحد ولا خمسين الف قال مصدر امن العراقي ان عمليات اعتقال واسعة تنفذها شرطة العراقية تستهدف الباكستانيين الموجودين في العراق بطريقة غير شرعية باكستان شيعة اه تصريح المسؤول العراقي يأتي بعد كشف وزير باكستاني عن اختفاء عن اختفاء خمسين الف من المواطنيين في العراق بعدما سافروا الى هناك بغرض السياحة الدينية بقولك الخبر عندي من مبارح مش فهم يعني ايه اللي يقول مثلا انا فكرته خبر غلط اللي يقول انا اختفى خمسة عشرة انما خمسين الف اختفاء خمسين الف وكان وزير الشؤون الدينية الباكستاني قال خلال احاطة برلمانية ادلا بها امام اللجنة دائمة للشؤون الدينية بمجلس الشيوخ ان خمسين الف مواطن ثقودوا في العراق بعد وصولهم بغرض زيارة الاضراحة الدينية ولم يكشف الوزير عن الفترة الزامنية التي اختفى فيها هؤلاء الزوار وغالبا ما يسافر الاف الحجاج الباكستانيين الى ايران والعراق وسوريا لزيارة الاضراحة الدينية في هذه البلدان كل عام اللي هم الباكستاني الشيعية فخمسين الف سافروا تقوم الشلطة العراقية تقبض عليهم وانت عندكم سجون تشير خمسين الف وافد جايين من برا طب وتقبض عليهم ليه ما ترحلوهم ولا فيه تجارة اعضاء هو فيه ايه بيحصل في العراق بس خمسين الف دراقهم تبين جدا خمسين الف مواطن باكستاني بقى غير باكستاني في طراقهم كبيري اوي عندكم سجون تشير الكمية دي وبعدين ده طالع فيه طالع فيديو من سجن موجود في العراق الناس بص لحم كده جنب بعض فيه ايه بيحدث في العراق اتمنى اهلنا وناسنا في العراق يكتبوا لي في التعليقات تحت لو حد عنده معلومة او شي بس يا سيدي شكرا وشوكم ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم مع إبراهيم الشرق شكرا